ايه بقى حكاية كهربا مع الاهلي الكصة الكصة فيها ايه مش الناس كتير عمالة تتكلم هالكهربا هيلعب ولا مش هيلعب تعالوا اقولكو الكصة من الالف الى الياء تعالوا نشوف جاهز يا جماعة معانا ولا مش جاهز يا كهربا جاهز مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة اكد انه تلقى ردا من الاتحاد الدولي يفيد بقى حقية كهربا في المشاركة مع النادي الاهلي في المباراة بداية من مباراة المصر بعد نهاية اقافه يوم 11 يناير علما بان استفسار اتحاد الكرة حول موقف كهربا من المشاركة جاء بناء على طلب من النادي الاهلي لكن اتحاد الكرة بيرفض ارسال خطاب رسمي الى النادي الاهلي يفيد بقى حقية مشاركة كهربا في المباراة وذلك لانه ليس صاحب قرار الاقاف ولم يصل له خطابا من فيفا بمنح كهربا الدول الاخضر للمشاركة في المباراة بل ان الرد جاء شفاهاي يعني فيفا الاتحاد الكرة مش عايز يدخل نفسه في المخاطر نكمل مستوى لو اتحاد الكرة قال اي كلام غلط اتسلم اتحاد الكرة لان يرسل اي خطاب رسمي الى الاهلي بالسماح بمشاركة كهربا في المباراة حتى يصل له خطابا رسميا من فيفا بذلك وبناء عليه فان قرار مشاركة اللاعب سيكون مسئولية النادي الاهلي انا حيث ان فيفا يعني اللي هو ايه عايز يقول لنا اجماعة مايلعب يعني هو انا برضو من المخاطبات الكتيرة الفيفا عايز يقول لك خلاص قدام نزل على السيستم مايلعب مايلعب بس اتحاد الكرة عايز يأمن نفسه قوي قوي اللي هو اديني خطاب رسمي انا مش حمل اهلي وزمالك اديني خطاب رسمي عشان اشوف يلعب ولا مايلعبش ماشي من جانبه طلب النادي الاهلي من اتحاد الكرة ارسال استفسار الى الاتحاد الدولي حول موقف كهربا من المشاركة في المباريات بداية من يوم 12 يناير وكاجراء احترازي لن يدفع الاهلي بكهربا في المباريات الا بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي فيفا يفيد بحقيته في المشاركة حتى ان كان هناك حاجة فنية للعب على الجانب الاخر الزمالك سيبدأ التحرك لتقديم شكوى جديدة ضد كهربا من اجل ايقافه مجددا لحين الحصول على الغرامة المالية الموقع عليه والمقدرة ب2 مليون و400 ألف دولار بجانب فوائد 5% على المبلغ جي الحكاية الحكاية بتاعة كهربا من اول للاخر